السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين في كل مكان النهاردة هنعمل مع بعض مراجعة على مادة المهارات المهنية استعدادها لامتحان شهر فبراير ان شاء الله مراجعة هتكون سهلة وبسيطة لكن اتمنى من حضراتكم تعملوا اللايك للفيديو لأول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة لنبدأ مع بعض هنا بيقول اختر الاجابة الصحيحة السؤال رقم واحد الوجبة النباتية السرف تحتوي على نقط تحتوي على ايه عندنا دجاج ولا الحوم ولا بيت والارض احنا عندنا انواع الاشخاص النباتيون عندنا قسمين فيش اشخاص بيكونوا نباتيون متوازنون وفي نباتيون بيكونوا عندنا السرف النباتيون المتوازنون دول الاشخاص الذين لا يأكلون اللحوم لكن بيكلوا البيض ومنتجات الالبان والعسل اما الاشخاص اللي هم السرف هم الاشخاص الذين لا يأكلون اي منتجات من اي مصدر حيواني يعني اي مصدر حيواني هما مبياكلوش اي منتجات بتيجي منه فبالتالي عندنا الدجاج مصدر حيواني واللحوم مصدر حيواني البيض كمان بييجي من الدجاج فبالتالي هما بياكلوا ايه بياكلوا الارز تمام والسؤال ده مهم لو قال لي النباتيون المتوازنون طبعا دول بيكلوهم الاشخاص الذين لا يأكلون اللحوم لكنهم يأكلون البيض ومنتجات الالبان دول المتوازنون المتوازنون مرة تانية هقولي الاشخاص الذين لا يأكلون اللحوم لكن بيأكلوا البيض ومنتجات الالبان اما اللي هما السرف دول بيأكلون اي منتجات جاية من مصدر حيواني الشخصية نقط هي التي تختار بدائل عوضا عن البروتينات الحيوانية الشخصية طبعا النباتية تمام تعتبر نقط مقياس الطاقة الذي مدنا بها الغذاء بيقول هنا السعرات الحلارية تمام طيب السؤال رقم اربعة يعتبر نقط من العادات الغير صحية التي يتبعها الناس الى العادات الغير الصحية التي يتبعها الناس بيقول تناول فاكهة شوي الطعام ممارسة الرياضة ولا شرب المياه الغازية طبعا شرب المياه الغازية زي الكولة والبيبسي هنا بيقول وضع الطعام في خزائن زا تواجهة نقط يحمي الطعام من الحشرات زا تواجهة ايه بنحط فيها الطعام طبعا واجهة زجاجية لابد من استخدام نقط لحماية الطعام بنستخدم ايه بيقول اكياس القمامة لا طبعا ورقة طباعة لا ورقة المجالات لا اكياس التغليف هي اللي بنحط فيها الطعام علشان نحميه اللي بعده لابد من حفظ الاطعمة نقط داخل اوعية خاصة بنحط الاطعمة فين هقوله داخل اوعية خاصة طبعا بتكون غير المعبئة تمام اللي بعده وضع صورة الشهادة نقط يضمن صحة وسلامة الطعام اللي عاملين في المقصف المدرسي وضع صورة الشهادة الصحية علشان طبعا الشهادة الصحية هي اللي بتأكد ان الطعام ده يعني صحي وسليم عند عرض الطعام في المقصف يجب استخدام خزائن تكون ايه زاتة وجهة طبعا تكون زاتة وجهة زجاجية تمام اللي بعده يجب نقط الطعام بشكل امن الحفاظ عليه من الملوثات والجرسيم هقول يجب تخزين الطعام طبعا لازم نخزن الطعام بشكل مناسب وشكل امن عشان نحافظ عليه من الملوثات الاطعمة الغير معبقة يتم نقط داخل اوعية مخصصة بيتم طبعا تخزينها داخل اوعية مخصصة تقديم الطعام في اطباق ملونة يعمل على جذب الانتباه تمام طيب السؤال اللي بعده المنتجات نقط تحتوي على دهون غير صحية هقول المنتجات الحيوانية تحتوي على دهون غير صحية اللي بعده يقول تحتوي الواجبات السريعة على الكثير من الواجبات السريعة بتحتوي على ان سعارات حرارية بتكون عالية جدا في الواجبات السريعة حاجات اللي احنا بنشتدةها منبر يعتبر نقط من البروتينات الحيوانية طبعا البيت من البروتينات الحيوانية عشان جاي من الدجاج من قوائم بضائع بالمقصف المدرسي رعی عندنا ايه tray تقديم طبعا اكيد المقصف في المدرسي يكون فيه ادوات مدرسية اللي بعده افضل مصدر للبروتين النباتي افضل مصدر للبروتين النباتي اللي هو البقول تمام اللي بعده بيقول تناول الخضروات الورقية يساعد على الشعور بيساعد على الشعور بالاسترخاء تمام اختار هنا الاسترخاء تحتوي الوجبات نقط على الكثير من السعرات الحرية الوجبات ايه اللي فيها سعرات الحرية عالية الوجبات السريعة زي الحاجة اللي احنا بنشتريها منبرة دي كلها وجبات سريعة لابد من اختيار الوجبات التي تحتوي على النسبة نقطة من الدهون والسكر والملح والنسبة منخفضة من الدهون والملح والسكر تمام؟ تعال شوف اللي بعده بسما بعد السؤال الثاني بيقول هنا تعتبر الخضروات الورقية الخضراء نوعا من البروتين الحيواني لا طبعا نقوله البروتين النباتي فإجابة خطأ تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول الوجبة الغذائية الصحية لابد ان تحتوي على البروتين الحيواني والنباتي هقول له اجابة صحيحة اللي بعده الاشخاص النباتيون المتوازنون يأكلون منتجات الالبان احنا قلنا اه بيأكلوا منتجات الالبان وطبع لازم في الامتحانة هيجي سؤال عن الجزئية دي مكسرات البندق من البدائل النباتية التي تعتبر مصدرا جيدا للبروتين هقول له اجابة صحيحة تحتوي المنتجات الحيوانية على دهون غير صحية هقول له اجابة صحيحة تساعد اللحوم على عملية الهضم هقول له اجابة خطأ تساعد على عملية الهضم اللي هي البروتينات النباتية وليس اللحوم فهنا عندنا الاجابة دي هقول له خطأ طيب تعالوا شوف اللي بعده الوجبات السريعة تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون هقول له اجابة صحيحة شرب الشاي بعد الاكل مباشرة يسبب الاصابة بالانيمي هقول له اجابة صح يوجد العديد من البدائل الصحية التي يمكن تناولها بدلا من الوجبات السريعة اطبع اجابة صحيحة يفضل تناول اطعمة المقلية لانها صحية لا اطعمة المقلية قولنا دي بتكون عندنا غير صحية تحتوي الوجبات السريعة على سعرات حلالية مخفدة قولنا سعرات حلالية بتكون عالية الوجبات السريعة بتحتوي عليها تناول كمية كبيرة من نوع واحد من الطعام صحي اللي اجابة خطأ ليه خطأ عشان احنا مفروض ما ناكلش الطعام بكمية كبيرة يعني ايه يعني احنا جسمنا بيحدث ليه ضرر عند تناول كمية كثيرة من نوع واحد من الطعام ولو اكلنا كميات قليلة جدا من نوع واحد برضو من الطعام فبالتالي بيحصل ضرر لجسمنا لازم يكون فيه اعتدال في تناول الطعام ولا ناكل حاجة بكثرة ولا نقل من الحاجة دي بشكل كبير تمام اللي بعده يقول يمكن حفظ الاطعمة النيئة مع الاطعمة المطهية في نفس الوعاء لا طبعا خطأ جدا عرض الطعام بشكل جذاب يحتاج الى بعض التفكير الابداعي او طبعا اجابة صحيحة تم تخزين جميع الانواع من السلع بنفس الشكل والطريقة احنا لما نيجي نخزن اي نوع من انواع السلع كلها بنخزنها بنفس الشكل والطريقة لا طبعا كل حاجة بتختلف تخزينها عن الشيء التاني وجود الشهادة الصحية للمقصف غير ضرورية لا طبعا امر ضروري جدا للتأكد من سلامة الطعام ترتيب الرفوف بشكل جذاب من طرق عرض السلع الناجحة اي اجابة صحيحة درجة الحرارة من الاشياء التي تؤثر في سلامة الطعام او طبعا هقول له اجابة صحيحة تعالوا نشوف اللي بعده تعالوا نشوف السؤال اللي بعده وهنا كمان عندنا الجزئة تانية بس اختر فمتأسفة طبعا الجزئة دي اذا ما شايفين معايا هي محلولة فبالتالي تعالوا نشوف مع بعض الاسئلة تعد نقط افضل ضر مصدر للبروتين النباتي تعد البقليات الافراد في تناول نقط يسبب امراض القلب الافراد في المنتجات الحيوانية تمام احنا عندنا مش بينا في اخر حاجة هنا المنتجات الحيوانية تمام الوجبة النباتية الصرف تحتوي على ايه ان تحتوي على ارز الشخصية والسؤال ده هيجي في الامتحان الشخصية نقط هي اللي تختار بداء النباتية عوضا عن البروتينات الحيوانية الشخصية النباتية تعتبر نقط من البداء النباتية الحبوب الكاملة تناول الخضروات الورقية الخضراء يساعد على الشعور لسألنا برضو الاسترخاء انا بيقول الاشخاص نقط هما الذين لا يأكلون منتجات من اي مصدر حيواني الاشخاص مين اشخاص هقول النباتيون السرف يفضل تناول الوجبات الصحية عن الوجبات السريعة البازنجان من مصادر البروتينات هقول النباتية تعتبر نقط من الوجبات السريعة للتحضير والغير صحية هقول تعتبر البيتزا من الوجبات السريعة للتحضير والغير صحية تعالوا نشوف اللي بعده هنا بيقول التفكير نقط يساعد على عرض الطعام بشكل جذاب وسليم طبعا التفكير الابداعي لابد من حفظ الاطعمة بيقول داخل اوعية خاصة هقول الغير المعبئة عند تخزين الطعام يجب تخصيص هقول هنا الاطعمة الساخنة واخر الاطعمة البلدة هقول طبعا عبوات خزائن الطعام ذات الوجهة الزجاجية تحمي الطعام من التعرض له هقول الحشرات طبعا ازاي ما شفتم معايا كده دي كانت مراجعة على اول تلت دروس طبعا مقارن شهر فبراير اتمنى لكم التوفيق والنجاح ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو